بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نيد الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس بلاغ للسيد الأستاذ كرم جبر أستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأستاذ كرم من حوالي أسبوعين عمل اجتماع عشان نتكلم عن مسودة أو مثاق الإعلام الرياضي خلال الفترة السابقة والحقيقة لما أنا كنت متواجد في هذا الاجتماع ولما سئلت المشاكل أو قلت لما جماعة احنا في قناة أنا شخصياً في قناة فقوية بتكلم عن النادي الأهلي وكل يهمني أن أتكلم عن الحقيقة ما عنديش مشكلة أن الكل يجتهد ما عنديش مشكلة أن الكل يجتهد لكن اجتهد ولكن في الحقيقة اجتهد في الحقيقة مبارح وأنا البلاغ ده على الهوى بوصله للأستاذ كرم جابر ولأنه كرم جابر لأنه الأستاذ كرم الحقيقة كان واضح جداً وصريح معنا في هذا الاجتماع واتكلمنا في كل ما يخص هذه الأمور وكان في مجموعة من اللي موجودة معنا في هذا الاجتماع طلعت مبارح وقالت كلام غير صحيح بعيد عن الحقيقة هي دي المشكلة بالنسبة لي بس ما عنديش مشكلة أن كل المصريين وكل الأخواتنا وأصدقائنا اللي في المواقع والصحفين أنهم ما يجتهدوا ما فيش أي مشكلة وده حصل كتير الفترة اللي فاتت ولكن أن أنت تجتهد في غير الحقيقة هي دي المشكلة بالنسبة لي أن أنت تاخد الموضوع الغير حقيقي اللي سهل قوي أنه هو يثبت بالمناسبة أنا قلت لحضراتكم إيه مبارح قلت لحضراتكم إيه مبارح خلينا أسمى حضراتكم بأنا آسف أنا في الطبيعي ما بعملش هذا الأمر ولكن أنا بس حابب لأن أنا من مبارح للنهاردة أنا شخصيا وقناة الأهلي بتتعرض لحملة غريبة جدا بتتعرض لحملة غريبة جدا من ساعة ما قلنا أن بيرسيتاو مش مصاب طالما محدش كتب حاجة على الموقع الرسمي وما فيش حاجة تقالت من الموقع الرسمي طالما أنا بقول لحضراتكم كده يبقى أنا عارف إن هو كويس يبقى أنا عارف إن هو كويس لكن أنا حوري لحضراتكم الكلام اللي أنا قلته مبارح مبارح مش من أسبوع مبارح علشان تعرفوا إن كل الناس اللي بتكذب ما بتقولش الحقيقة كل الناس اللي بتكذب ما بتقولش الحقيقة لازم تبقى أخدين بالكو وأنا عارف إن انتوا بتعملوا كده ليه منهم للأسف الشديد ناس كانت قاعدة في هذا الاجتماع يا أستاذ كارا ناس كانت قاعدة في الاجتماع اللي حضرتك قلت فيه إن إحنا عايزين نحافظ على ميثاق الشرف الإعلامي ونحافظ على كذا والناس دي كانت مصارع اعتراض من الجميع ولكن أوكي موجودين في الآخر اللي بيعزم هو حر أو اللي عايز الناس دي تبقى موجودة هو حر طبعا لكن يا فندم أنا بقول لحضرتك إن الكلام اللي تقال مبارح من البعض كان بيحاول منه الغرض منه فقط إيه إن أنا أشوه صورة النادي الأهلي إن أنا أشوه صورة محمود الخطيب إن أنا أشوه صورة مجلس إدارة الأهلي أشكك في قدرات لعبين إيه الفلوس اللي مرمية على الأرض اللي إنتوا عملين ترموها على فكرة برسيته وممكن يتصاب لقدر الله بكرة ما حدش عارف إيه اللي حيحصل ولكن أنا بتكلم على المصداقية في الإعلام بتكلم على مدونة السلوك في الإعلام الرياضي اللي إحنا تكلمنا فيها وكنا قاعدين وأنا لما قلت قلت كل اللي أنا كنت عايز أقوله أو اللي أنا قلته في هذا الأمر والطول ما جمعنا في قناة في قوية وبالتالي أنا دايماً بدافع عن ندية ولكن بالحق وفي الحقيقة فأنا الحقيقة من مبارح للنهاردة بنتعرض لظلم أنت عم إسلام كل حاجة الناس كلها كاتبة أن برسيته واتصاب وأنت الوحيد اللي قلت أن برسيته ومش مصاب أيو أنا الوحيد اللي قلت أن برسيته ومش مصاب لأن أنا متأكد أن برسيته ومش مصاب هو أنا مش ممكن حطلع أقول لجمهور الأهلي حاجة غلط استحالة يعني استحالة فمن مبارح للنهاردة زي ما بقول لحضراتكم كده وكل أو بعض من اللي يشجع النادي الآلي كلهم رايحين في اتجاه إيه دي القناة بتاعتكم هاي تكذب عليكم بتقول لكم كلام أي كلام اللي حضراتكم شايفينه ده أي كلام طيب خليني وراء حضراتكم أنا قلت إيه برح النهاردة الحقيقة كان فيه كلام خرج إن إصابة بير سيتاو بتمزق إصابة بير سيتاو بتمزق فيه كلام خلال النهاردة طول النهار كان فيه ناس بتتكلم في هذا الأمر اللي عايز أقول لحضراتكم الحقيقة يعني النهاردة التمرينة كانت فين في الجيم التمرين كان في الجيم التمرين كان استشفى عبارة عن إيه التمرين النهاردة للناس اللي لعبت الفترة اللي فاتت اللي هو كان واحد منهم بير سيتاو التمرين كان في الجيم مش وقت حاجات كده إيه بتقف في الجيم أنا حواري حضراتكم معلش بتقف بتعمل شوية إيه حاجة اسمها استشفى تمسك العضلة تعمل شوية حاجات بأيديك تعمل شوية حاجات على الرجلين الأمامية الخلفية الضمة وإنت واقف كده حاجة يعني عشر ده ربع ساعة وقال أنت خش تعمل الاستشفى بتاعك والنهاردة خبر غريب بالنسبة لي هو خبر غريب جدا جدا الحقيقة أنا يا جماعة والنهاردة نادل آلي اتمرن فيه ناس طبعا اتمرنت ما قال للموقع الرسمي كتب حاجة ما هو أي حد مصاب أي حد مصاب في الدنيا ما هو حيتعرف يا جماعة أنه هو مصاب فنكتب على الموقع الرسمي قناة النادل آلي قالت حاجة ما قالتش حاجة قناة الموقع الرسمي النادل آلي قال حاجة ما قالش حاجة طب احنا بنتكلم في إيه طيب هل لو الخبر ده طلع غلط نحاسب مين حقيقة أنا بعد يعني لما بعد كده أتكلم عن الموضوع ده تحديدا ماشي فيه بالمنطق بالمنطق وبالعقل لاعب الفريق النهاردة فريق نادل آلي النهاردة محدش اتمرن في الملعب الناس كلها اتمرنت في الجم واستشفى أنا لسه قالي الخبر اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بخوض جلسات استشفائية اليوم وذلك وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني يعني وهو قاعد بيتدلك جالوا مزق مش عارف كاتبين مزق فينا شباب قولولي كده مزق في العضلة الأمامية مش عارف ولا الخلفية حاجة كده فهل برسيتاو هو بيتدلك مثلا جالوا مزق مش عارف معرفش ما عنديش فكرة الحقيقة ايه اللي بيحصل في الموضوع ده طيب هل لو الموضوع ده أنا بقول هل لو الموضوع ده طلق غلط نعمل ايه ما نشوف ايه اللي حيحصل بكرة حيبقى فيه تمرين بعده حيبقى فيه تمرين اي حد مصاب هتلاقي الموقع الرسمي اللي النادي الآله بيقول اصله هو حد مصاب لو انا مثلا عندي اسلام الشاطر ده بيلعب باكرايت ومصاب هل ينفع خبي واقول ان اسلام الشاطر مش مصاب حيبان يا جماعة كل حاجة بتبان فيش حاجة ما بتبانش ليه الناس بتطلع تتكلم وليه الناس بتطلع تشوف ما بكرة ننتظر لبكرة قد يكون وقد لاي ما حدش عارف لسه ايه اللي هيحصل بكرة ولا موقع رسمي قال ولا قناة اهلي قال تيبقى بنتكلم في ايه ترجمة نانسي قنقر